ادانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين اطلاق الميليشيات الحوثية الارهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة في عمل ارهابي جبان يستهدف المنشآت والاعيان المدنية في المملكة مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من اجراءات وتدابير من اجل حماية امنها واستقرارها وسلامة اراضيها هذا واشدت وزارة الخارجية بيقظة وجهزية قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة داعيتنا المجتمع الدولي الى ضرورة ادانة هذه الاعتداءات الارهابية الاثمة التي تتنافى مع كافة القوانين الدولية وتهدد امن واستقرار المنطقة